بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا للإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء مصر من ربك ليقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألهم يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب نليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيا في القوم يؤمنون قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موذة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يتفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمل له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب واجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطن فقال لقومي إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالمين فإنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلا كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه قرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يرسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفات فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وآمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل نخذنا بثنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذتوا الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهم البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسجو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا الحلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لولا أنفل علي آيات من ربه قل إن ملايات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أن ما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كتاب الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر الآمنين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأما يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم أن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرضا بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ونعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا ما جعلنا حرمنا منه ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لمادينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر